من الصفقات برضو اللي كانت عاملة قلق في الفترة اللي فاتة ده صفقة أمبابي كلام كتير عن أمبابي وعن مشكلته مع باريسان جيرمان شايف الوضع ايه صفقة كيليا أمبابي شايف ان الموضوع فيه مراوغات وكل واحد بيسعى من طرفه يوصل لأفضل شيء بالنسبة شايف ان باريسان جيرمان واخد ان هي شوية ممكن يبيعه بس بالمبلغ اللي هو عايزه ليه ده الكسبيل انه هو دفع فيه مبلغ طائلة صحيح شايف ان المنافسين على الحصول على خدماته بيحاولوا يهدوا شوية عشان يقللوا من القيمة المطلوبة فيه ومبابي بيتعامل مع الموضوع بالذكاة بتوجيهات يعني يخل يبقى لك ان اللعيب ما بيقاش زي زمان اللي هو يقول تصريحاته منه نفسه لا ده ده دي الوقت بيتم مراجعة قبل ما تقول أي تصريح مع وكيل أعماله وشركاته والكلام ده كله بتاع فازاي ان هو بيبين بعض الفترات انه بيفكر في المحطة جديدة وفي بعض الفتحات الأخرى بيبين أنه مكمل مع بريستان جبان ومعندوش أي مشكلة كله مدروس كل ده مدروس لأن الحاجات دي تصريح معين قد يأثر على سعر اللعيب ونزوله وصعوده لأن أنا مثلا لو صرحت أحد اللعابين أن أنا لأ مش نوع أكمل فبقى اللعابين اللندية المهتمة بيها هتعرف أنه كده كده هيمش فهبتدي أتكلم على قيمة معينة فالنادي هيصر على المبلغ معينة لا لكن هو ما يبين أنه ما عنديش مشكلة أن أكمل وأنا كنادي رغب في بيعه ده هيساهم أن أنا أتنازل بعض الشيء في طلباتي فهو نوع من أنواع الزكاء في التعامل من الوكلة والأندية فأعتقد الموضوع هيتطول ومش بسهولة هيتحس مثلا أعتقد أن المسلم ده صعب الحسب إلا لو بعض اللحظات الأخيرة اللي ما شوفها في المركات وآخر يومين ثلاثة أو الساعات الأخيرة زي ما بقولوا في آخر يوم ساعات يكون لها بعض الحسب لكن شاف الأمور صعبة المسلم ده إن بابي يكون منتقل لأحد الأن طبنا نتكلم عن نمار برضو شفنا أزمة نمار مع بي أس جي شفنا تصرحات من بي أس جي شفنا كلام من برشلونة يعني أنه برشلونة مش عايز يشتري نمار في عرض سعودي من هل السعودي شايف الوضع إيه بشكل عين طيب نقولي إيه اللي فتح الأمور مرة أخرى اللي زي ما حضرتك قلت في فقرة الأخبار انتقال عثمان ديمبي لباريس سان جيرمان ليه؟ لأن كان خطوط الاتصال مخطوعة تماما من باريس سان جيرمان وباريس من بعد الصقق دي وكان عارفة كده فيه أوقات تحس ببعض العدائية بالناديين وتحس إن الجمهور متحفزين أو هنا آه فكانت الأمور متوترة فبعد انتقال عثمان ديمبي أو الاتفاق على انتقال عثمان ديمبي لباريس فده قد انطباع أن الأمور اللي ابتدت تكون أهدى كثير ومش هيكون فيه مانع انتقال لاعب كبير بقيمة نمار لكن يعني يمكن زي ما قلت لحضرتك قبل الهوى إن جمهور برشلونة جمهورة عاطفة شوية وكتالونيا والقيم هناك وبتاعه فالأمور مش هتكون هتتأس باحترافية وإنه ممكن هيكون إفادة لنا أو لا زي ده إن شايف إن برشلونة بيحاول يخلق جيل جديد فشايف إنه بالمملك ده يقدر يعني خصوصا برات أمس شوفنا بعض بالعكس تقلق بعض العناصر زي ما حضرتك قلت في بداية الحلقة وإن في بعض العناصر واعدة واللي تقدر تحمل لواء البرشلونة فهو شايف إنه أنا مش بيحتاج صفقة تسويقية أكتر ما محتاج لعبين يقدروا هما في المستقبل يقدروا هما اللي يشيلوا الواء الفريق فأعتقد عشان كده مش هيكون الاهتمام القوة بيها الهلال السعودي كالعادة بنون الأندية السعودية أما بتقول أسماءها في صفقة خصوصا إن القيمة التسويقية لنمار مش سهل أي نادي يخش فيها والأندية الأوروبية مش هتبقى متحمسة كتير لدخول فيها فالهلال السعودي بيقدم بعرضه ده بيعمل علامات استفك كتير هل يقدر يجيبه أنا شايف إن مش هيبقى فيه صعوبة كبيرة إنه يقدر يجيبه غير لو رغبة اللاعب نفسه هي توقيع يعني إنه مار من ضمن اللعبة المزاجية الهوائية اللي ممكن في وقت معين يكون ليه اتجاه معين وبعدها بأيام يكون يغير اتجاهه لكن زي ما بنقول دلوقتي الموضوع ما بقاش لاعبين بس لا وكلاء اللاعبين بقوا لهم دور كبير جدا يعني إحنا دلوقتي بقينا كلنا متابعين رامي عباس عاشي محمد صلاح فالكلام بقى دلوقتي في الكرة اختلف وبقت التصريحات ليها تمن وبتفكير اللاعب ما بقاش نابع منه هو كشخصه مش لوحد دوراتين كبير بالتأكيد خاصة اللاعبين العالمين هتمنى اللاعب المصري برضا اكتفى من كلامك يعني بص المركاتو الأوروبي حاجة والمركاتو وهندنا في مصر حاجة تانية غالص أنا حتى ما نقلش على المركاتو أنا أتكلم على عقلية أن اللاعب يبقى في تصريحاته متزن وأن يبقى يكون ليه ناس مقربة مش هقولك وكيل أعماله ناس بورفشنل قوي لا بس أهل ناس أهل ثقافة وعلمة وخبرة تقدر توجهوا دا من الطريق الصحيح لأن للأسف يعني شفنا بعض اللاعبين المميزين المكاملوس مشوارهم نتيجة أنهم لعبها هوائية شواء مميزين المكاملوس مشوارهم